أعلن اتحاد كرة القدم اليوم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بمقر اللجل الأولمبية عن إقامة دوري الممتاز بثلاثة أقسام وملحقين بين أول ستة فرق لتحديد البطل وآخر أربعة فرق للهبوط وبيّن أن انطلاقة دوري الممتاز في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل وأحدد يوم الثامن والعشرين من الشهر ذاته لموعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى فيما سيكون موعد إقامة كأس السوبر في السادس من نوفمبر المقبل وقال الاتحاد أن كأس سمو أمير البلاد حفظه الله ورعا سيقام في الثالث والعشرين من يناير العام المقبل في حين سيكون انطلاق كأس سمو للعهد حفظه الله في الثامن عشر من أكتوبر المقبل